نهاية الرسائل بصراحة من الأخوة من قواتنا الأمنية البطلة الشجاعة في الداخلية والدفاع يطالبون بنظام البديل أنا رح أقرأ نيابة عنهم ثلاث رسائل محمد الحجام الحجام يقول سلام عليكم أستاذ نجم أحنا أخوانك من منتسبية الداخلية ودفاع نوصل صوتنا للسيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع بخصوص النظام البديل المعنويات عد المنتسبين صفر وهو يتركوا الخدمة وكثرة الفضائيين وارزاق قليلة ومكانات لا تتسع نتمنى تكون صوتنا بإيصال مطالبنا وهو البديل حق أن العوائلنا وليأطفالنا الرسالة الثانية أحمد العسكري نطيني يا همام والله قلب يقام يوجعني الله لا يوفقكم لا دنيا ولا آخر أستاذ احنا إحنا الجيش ناجدك أنت لأن شريف وإحنا متابعك ناجدك من قبل قناتك المحتورة بل كتترح لنا نظام البديل والله ما اللي أنا ترى حتى انهيار صار بالجنود زين ما يدرين طالب بيرجاع البديل شوفوا لهم البديل أخوان أزهر أيضاً هذه الرسالة الثالثة نيابة عنهم أستاذ نجم أنا منتسب قيادة الشرطة الاتحادية قاطع عمليات كاركوك الفرقة الثالثة أنا أجدك باسم الأبوية والله العظيم وأطفال اللي راح ينشردون أنا منفصل عنهم وعندي عايشين وما عندي أحد ومتشرهم واحد يم أختي اثنين ببيت خالتي وما عدي أحد غيري وما عدهم أحد غيري من باب صار لـ 23 يوم ما نازل بسبب إلغاء نظام البديل ومن باب ثاني أريد أطفك لأبوي أطلع من قيادة الشرطة الاتحادية لأي زهاز ثاني المهمة ببغداد قريب من أطفالي صراحة أخوان هذا مناشدات بالمئات للرسائل وهذا من زمان أنا أذكر حتى في هذا البرنامج وغيره من سنين كنا نطالب بنظام البديل وكانت أكو مع ركم داعش وكانت الظروف الأمنية كذا الآن الموجود خير من الله وتدري يعني صعبة رجال يعوف جهاله ومرتشار ويعوفها مو بطران هو ما رايح لجزيرة موناكو ولا رايح مثل وليادات حمود وربع حمود لجمويرة يعني هذا معالي الوزير الداخلية الدفاع السيد القاد العام للقوات المسلح هذه عوالة تتفكك ترى يصير تشرد الأب إذا ما موجود يومي ابن ولد الحرام وهو أي هذا يأخذ يشربه هذا مخدرات هذا يطلع على الجريمة فأعتقد 23 و25 يوم أو شهر الأب يغيب عن عائلته قضية تحتاج النظر وأنا سوف أرسل هذا المقطع إلى السيد القاد العام وإلى وزير الداخلية وإلى وزير الدفاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة